دخلنا في الايام ايام العسل ايام الحلم الجميل والعظيم ايام ثورة يناير النهاردة منقرب من السنة العشرة مش عاوز اقول الذكرى العشرة لانه الثورة عمرها ما كانت ذكرى الثورة عمرها فكرة وليست ذكرى فكرة عظيمة ما بتحصلش كتير في العالم العالم مش عايش في ثورات حتى لما جوا يعملوا الثورات التكنولوجية والصناعية ده بقولوش عليها ثورات ساعتها ده بعد شوية بعد زمن بيجي ناس يقولوا ده عملت نقلة كبيرة جدا يناير بوضعها الحالي 25 يناير 15 هي عاملة فكرة كبيرة جدا هذكرها التاريخ يمكن بعدين لكن مش جي الوقتي عشان ده هتفي انقلاب وكده وحاجات وحشة وقذورات وكده انما يناير الفكرة العظيمة دي بتاخد وقت كبير جدا في تواريخ العالم ما هتلاقي ثورات قليلة في تواريخ الانسانية ثورات اقل منها ثورات في الفكر والايدولوجيات وقيام ايدولوجية واندسار اخرى كل ده بيحصل فيناير بالنسبة لوحد زي وبالنسبة حضراتكو ايضا ما هيش ذكرى سنوية هنيجي نقرأ القرآن ونقدر لا لا طبعا قاية القرآن في كل وقت لكن ما هيش مقتم بنحيي ذكرى حد ميت من يناير لم تمت لان الثورة مثذكرى فكرة ولانها فكرة فهي بتخليك تستدعي ليه قامت وهل بالضرورة انها تحدث بنفس الشكل اللي حصلت في 11 انه انت لو فضلت قاعد بنفس التصور انه 2011 وهو النموذج اللي يجب تكراره قد اختلف معاك قد اختلف معاك ممكن تاخد اشكال اخرى هي الحقيقة ان الثورة الصدام وصدام واجه الوجه مع السلطة المستبده اللي اختطفت الدولة وهي كنا نتمنى تكون بالقضية لكن خدنا جولة جولة كبيرة وحلوة ومازمنا حتى هذه اللحظة الان نحن نصارع في جولات مع الثورة المضادة يعني محدش يقدر يقول ان الانقلاب فاز احنا كل يوم بنعرض مواد تؤكد انه خسران هو احكم القبضة بحيث لا تفوز الثورة صح ممكن اقولها لك كده وانا قلت دايما وهقول انه الثورة في حالة انتظار مش انكسار لانه الافكار ما بتنكسرش ما بتتطبعش وتترمى مفيش كده الفكرة التانيها سيطلع على صاحبها وعلى اصحابها لزمن والافكار الزائفة اللي بيحاولوا يطلعوها انه ثلاثة سبعة ده ثورة وثلاثين يوم ثورة ده كلام فارغ لا يؤمنوا به اصحابه يعني اصحابه لا يؤمنون به يعني دي مسألة غاية في الاهمين واحنا في 25 ينار او بنقرب منه لازم نسأل انفسنا هي الثورة قامت ليه؟ هي قامت ليه صحيح انت عندك فكرة هي قامت ليه؟ الجيش العيش والحرية مثلا البطالة التوريث الفساد الظلم صح؟ تراجع مستوى الدخل الفرد زيادة طبقة المخملية فوق وارد جدا يعني في ناس كانت بتعتبر ان البلد بتاعتهم وبالتالي الناس دي كان عندها مجموعات بتحميها اللي هما جماعة بتقول الشرطة وبقايمين بالدور السيء او ما محبش اقول الدور القذر يعني في المسألة كان عند الامن الدول وبالتالي هما بيعتبروا ان دول الرجالة بتوحهم ولازم نبسوتهم هل قامت بس كده ولا كان فيه نضال طول الوقت قابل منه ايام مبارك كان فيه نضال كبير نضال من اجل ايه؟ من اجل السرقات اللي بتحصل الفساد اللي محشش في كل حتة زي ما كان زكريا عازم يقول على توغل سودان وجمال وعلاء في السلطة التنفيذية وهيمنتهم على الاعلام فساد صفوت الشريف وايه غسطه الانتخابات المزورة ما هو نفس الشيء حصل ما هو نفس الشيء حصل الان فزا انت كنت خرجت في الثورة او الثورة قامت عشان كان فيه انتخابات مزورة قص عشرين يعني مضروها في عشرين مرة عشرين ده نفس الشيء مستقبل وطن ولا مستقبل خراب وطن هم نفس الشيء وده مش كلامي ده كلام عبدالين داود اللي شارك فيها وكلام ايه اعلامي عندهم حتى كان بيقولك هو فين الناس هو السيسي نجح في انتخابات ابدا هو دخل انتخابات قصة ابدا يعني الاستفتاءات تعديد الدستور ده حد راحوا ابدا فاسباب الثورة قائمة لكنها ليست بالضرورة تقوم بنفس الشكل الذي قامت به من قبل يعني انا في تصوري انه النموذج الاعظم هو ان انت تشوف السورة زي ما كنا في ينايه ميدان اعتصامات هتافات مروح عند الحزب الوطني مش عارض ايه كلام ده كله كلام جميل جدا الميادين السويس المحلة سكندرية العظيمة اسوان اسيوت كل ده كلام حلو لكن مش بالضرورة يتكرر شكلا ومضمون ممكن تحصل اشياء اخر ما عرفهاش بس انا عمال ادعو خيالك للتفكير هي السلطة البائسة اللي موجودة دلوقتي دلوقتي حالا قدامها ايه مفر يعني هتروح فين لا هي بتقدي ولا هي بتنجز ولا هي نجحة ولا عندها حرية ولا عندها ديمقراطية ولا في حاجة يعني يقولك ايه هنعمل اكبر قطر سريع حلو المواطن مين المواطن اللي هيركب القطر السريع المواطن الغني او اللي مستور او المواطن اللي عنده ما يعرف بالحد الادنى للرواتب اللي هو على الاقل يكون خمس ستة الاف جنيه صح ولا لا يا بيه يعني لما يكون عندك خمس تلاف جنيه معقول تقدر تقيش في الملج انما انت بتاخد ايه بياخد اخد خمس مية في المساعدات ولا الف ولا الف ومتين مفيش لما يبقى في حدود دنيا تضمن الكفاف للناس لما في تعليم كويس باعتراف السيسي مفيش تعليم كويس طب ايام مباركة نفس الكلام ما في الصحة كويسة نفس الكلام في بطالة وفي مظاهرات عملية ما هي نفس الكلام موجودة يعني اسباب الثورة قائمة ولن ولن تفلح كل الريقات السيسي ما تعملوش كده ما تخربوش كده ممكن الناس ما تعملش كده وما تطلعش في مظاهرات وممكن السيسي يمشي بشكل اخر وممكن نظام يتغير لو فيه ارادة وطنية يعني لو فيه ارادة وطنية انه التغيير ينبني على ما جرى في يناير خمسة وعشرين تغيير ياخد حي الزمن ولو عشر سنين انا موافق اقول لك كلام جديد نوفي ما سمعتوش عملكد يمكن ذكرته مرة او اتنين يعني اذا اجتمعت الارادة عند من تبقى عندهم ارادة وطنية وحرصة على البلد لهم اول حاجة يوقفوا نزيف اللي هو اكل البلد اللي هو تحويل البلد الى معسكر الى جزء من معسكرات الجيش لو انت عاوز تمنع المعمعة الكبرى اللي هي جاية لها محالة ده مش كلام ده كلام ناس تانية كلام ناس جوه وبرا فالتا المفروض اول حاجة تعمل دلوقتي توقف بلع البلد من قبل المؤسسة العسكرية انا ما مشوف السيسي مثلا وده مهم قوي تعرفه قاعد مبارح بيناقش رئيس سلاح القوات الجوية اللي هو عادة بيعتبر مش وزير الدفاع هو هو وزير السلاح ده في العالم كله ومش عارف الراجل وزير المالية بتاع الجيش ومش عارف اللي هو مينو بيناقشهم في ايه في تطوير السلاح الجوي ها في تطوير الدفاع الجوي في تطوير الطيارات وهنعمل لا بيناقشهم ان دول هتعملوا انتم هكلفكم انتم تعملوا زراعة بعدين يجي يقول للناس ايه يا جماعة بدان ما بتعرفوش ما تتكلموش مين بيعرف في الزراعة رئيس سلاح قائل السلاح القوات الجوية ولا وزير الزراعة مين بيعرف في الراي رئيس السلاح الدفاع الجوي ومش عارف مين ولا وزير الراي مين في القاعدة بتاعة السيسي مبارح والاول قاعد بيناقش ناس ملهاش علاقة بالزراعة ده بيناقش ناس لها علاقة بالملكية المشروع ده انت سيات اللي هو انت اللي هتعمله ايه هو الزراعة بقى بالطيران ده السيسي بيخترع بيعمل اللي ما اعملوش مبارح مبارح كان عنده وزراء وله ستين في سبعين احيانا لكن كان عنده وزراء فالنهار ده انت جاي لا وزير الزراع موجود ولا وزير الراي موجود وجاي بيجيب الناس دول وبعلي نانك اصل الارض ملك القوات الجوية فالارض الى هناك اللي في الضمعة بتاع القوات الجوية والارض اللي في العاصمة الايدارية بتاعة القوات الجيش والارض اللي فأسوان بتاعمل مصر فين اه اخلص يا ولا. طيب افرد افرد ان الجيش عاوز يستذرع الاراضي دي يجيب مين؟ يجيب خبرة يجيب الناس الاجتماعي الصورة اللي قدامك دي ما فيعاش حد من وزارة الزراعة ولا وزارة الراي وتقول لي لا ده الثورة ما تقومش لا يعني انت بتتكلم على كنا بنتكلم على المبارك خلع مبارك وايزاحته لا احنا عاوزين نخلع جنرالات الجيش وده الجزء الثاني من الثورة من الحياة اللي سيطروا فيها على مقدرات مصر وفشلوا فالخلع المراضي مش خلق عفتاح السيسي خلق كل جنرالات الجيش ومؤسساته التي كما يقولون انكروتشنج دخلها عمالت قرب وانجالفنج البلد زي ما رس انتهالك قبل كده مش عارف التفاكر ولا لسه ولا لأ مش عارف قلت لك هادي مصر كانت كده هاتي يا عم الرسم هادي الرسم هنرجع تاني نعيده زمان زي زمان ولا ايه بقى ما تخليكم معنا شوية قلت لك انه مصر كده بدأت تبقى كده 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 يعني تراها بالعين ايه تراها بالميكروسكوب مش بالعين المكررات الزراعة عند القوات الجوية اخر ابتكارات السيسي لما جي مبارك على فكرة ايه اعملت اشكا ما عملهاش كده عمل ايه راح جاب ناس مستثمنين وناس الشعب منهم جيش ومنهم غيروا بس في النهاية ما قالش المشروع ده التعمين تعقوات جوي طب والدفاع يا رايز والمشاح يا رايز والمشاح ميكانيكا يا رايز مش كده ولا ايه والقوات المظلات يا باشا ما قالهمش رصيب ولا ايه لماذا قامت الثورة لانه كان فيه توريث من اشخاص لابنائهم وزويهم النهار ده التوريث حاصل وانت شايفه حاطت تلت عيال في تلت مراكز الله وكيلك كل معلومة في البلد عندهم اتنين في المخابرات بيحاصر اعباس كامل وواحد في الرخابة الادارية صح واخوه اللي ماسك لجنة غسيل الاموال في البنوك عنده كافة المعلومات والبيانات المالية لكل ار كل واحد ومعاه كام وبيصرف كام يعني مفيش معلومة في البنوك مش عنده اشتركوا في القناة